الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية مسرح الإذاعة المغربية يقدم أحلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة أنور الجندي إخراج محمد أحمد البصري الحلقة الواحدة والثلاثون مرحبا بكم في قناة المحب المثلسلات الإذاعية المغربية نزيها ياكلا بس أشهد الاتصال في هذا الوكايند لا 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 ما كان بس بالعكس أن للي طلبت منك إذا كانش خبر مستعجل تصلي بيها فورا طيب أشنو المشكل لا حول ولا قوتي إلا بالله أعتقد الإبل الوحيد دي الفوزاني واشنو مات لا لا أستاذ بقي حي الحمد لله لأن لا يضر شحد فلاده أو يوريه فيهم شي ألم والحديثة صعبة؟ على حساب الأصداء اللي وصلتني هو تصاب أكثر من اللي كان راكب معه علىه كان راكب معه شيحد؟ ماشي كان راكب كانت راكبة معه بمعنى كانت معه شيحدة؟ ها؟ لما حصلت هذه الحديثة؟ بالضبط ولما أستاذ صدق نطلق ويوم الأتنين نعطيك الموضوع بحدافي رؤ وتفاصيله وخال أنيسة نزيه شكرا إذن ألندي إن شاء الله أستاذ مرة خرى عذرا على الإزعاج نو 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 عفوان نعفو شكون؟ شكون الصدق هادي شي صحفية جديدة ولت معنا في الجريدة اسمها نزيها مستقيم بنت مجتهدة مثقفة متابرة وجريئة أيضا أنا شخصيا تنبأ لها بمستقبل ممتاز في عالم الصحفة وكان شوف كان شوف فيها نعم النموذج للصحفيات الشبات هذا زيادة على كونها يا كلابس الأستاذ يا كلابس يوا بزاف الأخ عن الإعجابات شي الله أكبر أرجعنا لأيام الغيرة وعلى أهمانا كبرنا على الغيرة أنا شخصيا باقي قد الغيرة وباقي صغيرة وحتى تكبري قاب السلامة غادي تبقي صغيرة كيف شفتك النهار الأول صغيرة صنا كبيرة قلبا وعقلا ربي خليك أصدق حتى أنت بالنسبة ليادي ما كبير كبير بأبوتك وعمالك كبير بإسمك عن جمهورك كبير بمواقفك وتضحياتك كبير بنوبلك ولطرك الحمد لله أنا جبالي ما قلتش كبير في العمر الله يكبرنا على طاعة الله ورسوله هو يكبر ولدتنا بإذن الله بما يرضي الله أمين أمين يا رب العالمين المهم ما قلت لي شيء ما لهاد الأخت نازيها أشنو موضوع الاتصال اللي يجعلها تصل بك في الويكان نسعو الله السلامات هذا كسير فوزاني تعرض ولده لشي حادثة خطيرة هذا الشي باش خبرتني نازيها أعود بالله من الشيطان الرجيم كيف حرق وكي حرق له بالناس على ولدتهم ها هو دباجة نبتو باش يجرب ويحس خلينا لي الله نجيبه ولي فيه كافيه وكيف ما بغي يكون الحال حتى هو وراه أب ونقطة ضعف أي أب هم الأبناء أشك بحلاش بحل هادو أصدق صفر الله أشك واش عندهم قلب حتى على أولادهم لا لا مشي لهالدرشة هل كل حال العلم لله خلي كل واحد يلقى فعاله هذا خير القول في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانيا وأخيرا الله يعطينا مسك الخيتام أمينة نجيبه يلا ناضي تنسي وأنا غادي ناضي نكتب شوية المقل أسبوعي لا غادي نخدم شوية في المؤلف ديالي يوم توقع الكتاب قر إذن النوضة نطلع الأولاد ونطلع يعاونك غير حاول على رأسك من الصهير الصهير صباح جزء من حياتي صباح هو القاعدة ونعاس بكري هو الاستثناء بونوي صباحي على خير نجيبه ألو ما ركب خلي التليفون كيسوني 7000 مرة أعتدر سيادكم مع هذا البرتال البلد الصغار اللي بزاقل كيتخشوف الجيب كيتلفو فيه آه أف ستعي يا فمك وقل لي كيف سباح سعيد لا 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 بس لبس سيادكم صفا بخير شنو لي صفا شنو هو واش بخير وعلى خير لا بيت نقول لك ربيه النجاة لنا ربيه الله لنا واش فاق فاق نعس نعس فاق سيادكم اش كتزاق لي هنا يا قل لي شنو هو اللي كاين زي ما سيادكم كيف فاق شوية ونعس شوية وانت انا بش عرفي مش تنعس لا شوية ولا بزاف مش علا شي كنسولك انا كنسولك واش تهليتي في الناس تصبيطار بش يتلوه فولدي ولا لا دك شي باش عمرتني سيادكم را تبقتون فتو وعملتو ودرتو اوه سبي 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 مسكين اختع لي سيادته وانا كنتكلم على مصلحة ولدو ومصلحته السي الفوزاني اه اش نه هدش اللي اسمعناه اش هدش جرى الولدنا سعيد ايو انتك تشوف السي طرحي الغيط والعين والحقاد والحساد تبعنا من كل جاء عندك الحقاء السي الفوزاني العين حق والسحر حق لا حول ولا قوة الا بالله احنا دغيكة تقبط فينا العين وده بكي بقى الزغبي ما زالت حتى تأثير البنج ولكن قالوا لي بعدك توقد وخمسكين درباء جاتوا في الصدر لا حول ولا قوة الا بالله ما يستهل شيء حبيبنا سعيد ولد ضريف وغزال وكله حيوي ونشط اه المؤمن مصاب وده كشي لكي ناسي الفوزاني كان بلغك سلام الأسرة وامرتي فاندة وضروري قد اندوزو نشوفو لنا سعيد سعيد رأى واحد من ولادي شكرا سي طلحي بارك الله فيك شكرا على المكالمة العافو العافو المكالمة صدق بعيدة كل بعد عن المجاملة السي الفوزاني راح نخوت ومشاركي الحلوة والحرى ما في شك والله يبعد لنا الحرى ويقرب لنا الحلوة اما انا اخويا الطلحي بصراحة هذا النوع دي الصدمات ما كان قدرش عليهم ما كان قدرش عليهم ايو خليك قوي كيف ديما وفي القريب غدين تشوف سعيد وقف على رجله وترجع المياه المجارية ان شاء الله ذك الشي اللي كانت منه في القريب ان شاء الله ايو خليتلك الرحى شكرا شكرا ميرسي يا الطلحي ميرسي يا فرحي ويا سعدي بولدي هنية وعالف هنية حبيبي الفنان الأستاذ عبد الوهاب عالم ميمة بلا شعلك من هاد الأستاذ انا بعيد كل بعدها الأستاذية انا فنان وكفى على ملك على ملك هادولي عارب ذاو ولا مقين قابا بذاو ولينا كان سمعهم كيتهزو كيتحطو بالأستاذ فولان والأستاذ فرسلان ما هم حسن منك الأستاذ وده كثيرا المهمين اللي كان ينفذ الميدانة المهمة رهم على هاميشوا لازمين الصمت ومتواضعين توضع الكبير ولقلت لهم الأستاذ أو الدكتور كيخجلوا والدم كيطلع على وجههم بالحشمة ما شي بحال هادوق اللي وجههم مقصدرين واللي وصلوا بالجبهة واستنتيحها بالضبط أمي إلا جيتي غير تسلم على شي واحد فيهم كيقدم لك نفسه على أساس أنه الأستاذ فولان هو واحدة مستوى تلميذ ما كيكسابه هم اللي كيزكيوا نفسهم واللي زاد فطين بالله والله وبغوا هادليامي تصدروا يتزعموا لنا هاد الميدان ديال الفن ويتسيدوا على سيادهم اللي فنوا حياتهم وعطوا ظهرت شبابهم للفن والجمهور أيها ولدي فإن هما الناس ديال الجمان اللي كانوا كيمتعونا كل ثلاثة وخميس وحد بدوك الروايات الغزالات والمسلسلات الحصول الله يرحم الناس اللي ما تري القسم التمثيل والمصرح بصفة عامة ويعطو الصحيحة الممثلين اللي باقين بالحياة واللي كبرناه كان تمتعوا بصواتهم الزينة لا الله أمين أمين أليه وهدو هما الأساتيدة اللي ولين والحقيقيين إيه وقل يا ولدي رجع بي الموضوع عفك عش نقول لك أمي دا بصفي سينية العقدة مع أصحاب الفيلم العالمي أولا نمي العقد ماشي العقدة ثانيا علها الدعوة ديالك بالرضا وبستر سهلين والحمق هذا معلوم وقعت الكونترا وماشي وحدة زوج اللي ولد الفيلم العالمي والتانية مع الخوط السوريين والني توليدي الفيلم في شهور في خمشهور ديال تصوير هنا في المغرب وشهر في هومبورغ شنو هده هومبورغ اه 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 وهو مكلة الكوبيدات ديالي أرى أنت اللي غدين ناكلك هتبقى عليها وكتن ناكلك هذا ماشي الهومبورغر وهي مدينة في ألمانيا إذن غريت سافر علي يا وليدين وماشي غير مرة واحدة حتى السوريين قاعد تصوير ديال المعارك غد يكون عندهم في سوريا وبالضبط في منطقة اسمية هوادي قنديل في نواحي ديال مدينة اللاديقية أم باركم سعودة وليدين الحمد لله اللي حياني الحي حتى وصل ولدي وولاك تجيه الخدمات في بلدنا وفي بلدنا الناس الحمد لله هذا بفضل الله وبفضل دعوة ديالك الوالدة ايوا وفلوش هاد الأعمال أشغالي تدير بهم أوليدي اللي بالي المهم هو هاد فلوش الفيلم غادي نشوف بهم شي دويرة ان شاء الله في هاد ديور الاقتصادي اللي والله في كل مدينة دابا ايوا غادي ندفع الطرف الكبير ونصرفوا معاهم في ذاك الشي اللي يبقى وان شاء الله جولة مصراحية او فيلم تلفزيوني وتغلبوا على الطريطات في ذراف عام ايوا وفلوش الخدس ديال توريا هادو كمي باش نهى الزراسي وسط العائلة ديالنا ايوا نساهم بالنصيب الكبير في زواجي بها بإذن الله تعالى أوليدي الله يكمل عليكم بالخير ويشاعدكم في زواجكم ويرزقكم بالدرية الصالحة ايت شهيدي تومي يجدامي او لا ايوا ذك شي اللي كاينة أوليدن كل شي قريب عند الله واحد نورة فين غابرة اي حدك نورة الزغبية أوليدن راهها غير مع الجريدي إن الميجازة اللي حلت مع صحابتها راه هم ملهيين بالصباياب وشرية المواعن وتوجد هادي كميرا غدا تبقى امتبعها الطموح ديالها المبالغ فيه حتى ترمير اصاف شي مشكل ديال كريدي وديونات لي ما تقدع لهم ايو والله يجيب لها شي ولد الناس اللي يسترعارادها وتعيش معاه بلاها تتكرفش فاش هي هادي كي الساعة السعيدة وانت هنا ومن مسؤولي تهم يا ربي يا ربي شنو دابا هذا ما باقي بغي يهدر معايا ولا يجاوبني شنو غدا يوقي نوقع له ايو في اللول قلناك يعرف المرتي وما بغاش يردع لي ايو هني كان عيت من التاليبوتك علش ما بغاش يجاوب الحاصول الرجال هما الرجال ولكن وخي الحاج حمد وخي السي هم حمادة صافي سال الكلام المعسول سالة الوعود بالزواج سالة الاحلام ولكن بالتي بالتي عنده كان ورا يكون الراجل المريض وطيح للأرض وانا شك فيه الراجل راه مغني السبعين ماشي بعيد يكون ضربها بمرضى على مخو هاد الشي علش ما كي يجاوبش على التليفون بمرة يلا ديك المنحوسة دي المرات ولي ساعة ساعة شكوان شكو اللي معايا حاصول نخلي عاوثاني شي مده ونعاوض نتصل به ونشوف ولا علي بشي حيلة معدك فوفو هو اللي غادي يجيب لي خباره وكباريته شي صدوير عليه هاد الشي اللي غادي ينديه تفضلي تفضليك السيانسي شكرا أستاذ عفوا كيف جاك المقالة أستاذ من حيث الأسلوب وانتقاء المفردات وطريقة إيصال الفكرة للقارئ معندي ما نقول جميل وجميل جدا ومن حيث المضمون والموضوع المطروحة أستاذ هنا مكمل الخلل ومربط الفرس بالنسبة لي أولي نقول وجه الاعتراض والسبب أستاذ الأمر بسيط نزيح نقدر نفهم أستاذ صديق ما نحتش نقول لك أن مهنتنا مهنة شريفة وأيضا عفيفة وأخلاقية بدرجة أولى هاد الشي ما فيه شك وهاد الشي علش تربينا في الجريدة دينا ومن ألف باء هاد المهنة هو النزاهة في كل شي في الأحكام على الناس في نقل الأخبار للقراء في الأمانة حتى يوصل لموضوع المتلقي ما زيد ما نقص فعدم استغلال أعراض الناس ومشاكلهم والتشهير بهم أو التشفي فيهم وزيد 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 نزيحة وكم ضمن أستاذ أننا كنا في الجريدة متشبعين ومقتنعين من هذه المبادئ حتى حد ما قال العكسة نزيحة إنما إحنا كصحفيين بحنة بحل البشر معرض الخطاء والسهو وبعض المرات الضرار الناس وإلمهم بلما نشعرون والمقال ديالي عنده علاقة بهذا الكلام أستاذ إلى حد ما نزيحة في أي فقرة بالضبطة سي صديق؟ عندك مثلا هناك تقولي ونحن إزاء وحيال ما حدث للسيد الثري الرجل الأخطبوط ذو الجذور المتعددة والمتفرعة نجد أنفسنا نتأمل سخرية القدر وعبث الأيام تجاه هذه الفئة من اللصوص الذين لا هم لهم إلا النهب وكنز الأموال بطرق غير مشروعة إلا أن القدر يواجههم بالمرصاد فها هو ابن من أبناء هذه الطائفة يصاب بحادثة سير مشبوهة فكانت الفضيحة للأب لصاحبنا الأخطبوط الذي لطالما أحط كل أعماله ورصوصيته بالسرية الفائقة والكتمان المتناهي والدقة في الابتزاز غير تارك أي غبار أو بصمة من وراء أعماله المشينة لكن هذا وهؤلاء مهما تستروا تأتيهم الفضائح من حيث لا يدرون وذلك أمام أنظار الكل ومسامع الجميع لا نزها عمر الصحافة وللصحفيين مكانوا كيتشفوا في الناس وفي مصائبهم وفي ألمهم وخصوصيتهم الأسرية عندك الحقا سي صديق ولكن تقبيع ماشي هذا قصدي أنا فقط الهاجس اللي حركني وحرق قلامي هو النيل من الجانب الخبيط والشريرد الفوزاني هاد شي اللي خلاني نكسب بهذا الاندفاع والحماس دون ذكر اسمه ماشي على حساب ولده شحال دير الأبناء مشوا ضحية أبائهم وسمعت أبائهم السيئة ولا عكسه صحيح شحال دير الأباء مثاليين في عملهم ونمو دجين في سلوكهم وولدهم خرجوا على النقيد ديرهم بالضبط أستاذ ولمطلوب إذا سمحت تخلي لي المقال نضع عليه بعض الإشارات ثم نرسله لك حاضرة أستاذ نزيها نعم أستاذ ما تعتبرش أنني كان مرسى لك الأستاذية المقال كي يضض مقالك والفكرة فكرتك حاشة لله ثم هذا شرف لي العفو العفو نزيها قلت يا الأخ أسمكم السيئززوز القرز هو أستاذ أنا تقدر تقول متعدل أسماء الله يرحم عليها الصحفة التي قررتنا متعدل المواهب وأنا بارك الله فيكم متعدل أسماء وش الأسماء أو الألقاب؟ هذه اللي قلت الثانية هي اللي قصدين قل لكم نعمس إذا لمشي اسمينك عزوز القرز لا نعمس أنا عزوز القرز وهذا البولونات والدوسة والحمار حشاكم هذه غير ألقابي أما أنا اسمي الحقيقي هو عزوز المسعف متشر فينا سيئزوز المسعف ونقدروا ده بندخلوا للموضوع مباشرة هي اللي ما تعودش نعمس حتى أنا عزوز عزيز عليها على المباشير إيوا إذا تفضل تفضل سيدي أعوذ بالله أنا عمس أنا إلا قلت أنا سيدك إنت أش تكون بالعكس أنا عمس أنا خديمكم عزوز لا عافو لا عافو سي عزوز إذا تفضل للأخ أنا سيدي كنت بطالي بخير وحال أخير تنفيق وقت ما بغيت ونعسوق وقت ما بغيت عايش ببريكولات مرة نصيب مرة نخيب مرة من خمدير في الجيب مرة الله يجيب وعمر الفقر ما كان عيب العيب هو الحرام والتقليب والألعيب بالضبط أكيد هذا هو المعقول كنت سيدي ويا الأساتذاء لما ما كتكون عندي حتى شي بريكول تنقل سنقرأ ومتقف راسي بالجرائد والصحف ويززيكم بخير اللي ديرين فينا هذا الخير كتعلموا الكوانب والأميين بحل سيادتيك عمس العافو العافو إيوا كمل عشنو الموضوع بالتحديدة سي عزوز أنا قريب عمس نسأني الفتتاحية وندخل للماء خفية وكان عظم تفضل تفضل الله يزيدكم من فضلو كنت نعامس قلس في القواني يلا سات شو سات 24 ساعة 24 ساعة واحد ناروي بلية الملون شكون الملون آي 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 ألا شكون الملون هذا نعامس سيديه ووليد ليمند يلا واحد الصاط صارت فكر شوشي 30 شريكو معمل وعندو المشاريع تجارية داخل البلاد وخارج الحدود وشكون هذا سي عزوز هذا سيديه وحد خي وكيف كيقولوك شهر من العافي على تضربه قصدك أشهر من نار على علم على جبل من سيشاف على ترجمة الفورة لا الفورية سي عزوز الأمر وما فيه طبطوش ينهاري تسلي عن شي ما عرفوا يدبروني على شي خديمة يا ميكانيكي يا بلومبي في شي وطين يا تريسيال في شي شركة يا شي فورة عن شي وزير يا حلق خاص دير شي واحد صلاح كيدير البلوك يا حارس خصي دير شي شطحة أو مغنية لكن المهم نستغل هذه النعمة ديال الصحة والفورمال اللي اعطاني الله سبحانه إذا نراك متعدد حتى في المواهي بمشاكل متعدد في الألقابة سعزوز بلا جميل عمس بلا فخرة الله أخ إيواء ورقالك هاد السيئة من أول الخديمة أتمنى تكون قاع موجدها لنعمس وجدها يلي تري ما وجدها علاش رماني عند وحد سيئة مرحببكم قنصيسكو الفطاليا لنعمس قنصيكو الخدم على أساتي دا القبار ديال المافيا المحترمين المبجلين لا مافيا قاع معلوم نعمس لأنه شغلو ما عندوش فيه حس سلطي الحمرضي للحلال راجل بنشاجم ومفاهم ومولم مع الحرام بواحد شكل غريب وعجيب عنده واحد المعزة والمحبل والحنين المحرمات والغش وتصوير ما كير ما نقول لكم نعمس المافيا هي طبيعتها مفلسة مطلسة مكفسة اي هي مفهم فهم اشنو هي بالضبط؟ هي تزوير ديال واحد العدد ديال السلعات كننجنون بالسوق ها شامبوان ها الريحة ها الصابون هالكاشير ها ها تزوير السلعة وتزوير حتى التواريخ نعمس الها الدراجة عزوز وش حال ها دي ونتم على هاد الحالة؟ وها دي مدة ودك شي اللي يدخل هذا المسخوط اشغل دين طلسياتكم محلم وانين السلعة الحقيقية وش كيدخلو دك شي اللي كيدخل هو هلا حقاش بالمسخوط الاخر عنده شبكة كبيرة اللي كتبع لي بسرعة تبرق هاد الشي بلا ما نتكلمون عمسي على واحد الشركة خاصة غير بالتزوير ديال القصيطات والسيديات بالأفلام والمصرحيات والأغنيات والأفلام يا ابناء ويسترولي ذاتنا يا لطيف يا حافيث وهذا الشي خطير يا سياد زوز معلوم خطير يا عمس وانا من اللي قررت نبدل سميتي على الثاني ونولي سميتي على زوز الضامير من بعد ما فق ضاميري وصحى جيت مش نفضح هذا العصابة اللي كدر الوطان والمواطنين عمس ما عنا ما نسلك تبارك الله عليك يا سياد زوز بقى تقول لنا اسميت هاد الناس غادي نقول لكم بالحق الله يزيزيكم بخير استروني ولا تفضحوني راه هاد المصاخ طبق إشارة من صباح عم النبات ما نصبح لا لا غير كونه مطمئن سرك في بير هاد الناس نعماس هما السي الفوزاني وشريكوا السي طالحي الفوزاني؟ طالحي؟ كنتم مع الحلقة الواحدة والثلاثين من المسلسل الاجتماعي أحلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة